طيب خلينا نقرأ بقى مش نسمع الرسائل اللي الرئيس كان عايز يوصل اول رسالة قال نصا كده زي ما حضراتكم هتشوفه قال عندكم خيار من اتنين يتسلموا لهم حكم مصر يتقفوا ضده هيفضل اسراع بيننا وبينه عايز اقول لحضراتكم دي رسالة اللي احنا لازم نبقى مستوعبينها فيه جماعة فريقين بالفعل والفريقين دول مش احنا اللي عملناهم انت شعب طلع بصورة يصحح بها خطأ حصل باختياره لهذه الجماعة ما استجبتش الجماعة واصرت وقتلت الناس خلي بالكم الاخوان كان عندهم سنائي ينحكمكم ينقتلكم هم وصلون احنا لسنائية انه يا اما نسلمهم حكم مصر يا اما نقف ضده تسلمهم حكم مصر عايز اقول لك انك تدخل فيه عصور من الظلام والانتقام والقسوة والعنف من جماعة لا تعرف الرحمة وما تعرفش ربنا يا اما نقف ضده مش نقف ضدهم بانه الجيش يبقى واقف بس على الحدود او رجال الداخلية موجودين لتأمين الجابهة الداخلية وايضا المشاركة في الحرب المباشرة على الارهاب ولكن نقف احنا كمان ضدهم لا تمنحوا فرصة ابدا انه لا يشكك ولا يضلل ولا يزيف وتبقى واسق جدا من مشروعك انتا اللي هو مشروع 30 يونيور عايز اقول لكم النهاردة وكأني بيه عبدالفتاح السيسي قائد لحرب بيقول ايه انه الصراع هيفضل بيننا وبينه هما مش هيسلمهم هما مش هيسكتهم وهم مش هيخضعهم وهم مش هيجي يقولك حتى احيانا يقولك ايه مبادرات وصلح ومراجعات وبتاع مش هيحصل هتقولي انه يعني هزي حرب فيه طرف هيفني التاني يقولك هم مختاروا ده وعايز اقول لحضراتكم حاجة احيانا الناس بتاخدها العاطفة ويصعب عليها الناس هو مختار ان المعركة تبقى صفرية يا انت يا هو وبيتعامل بلا ضمير على فكر يعني هقول لحضراتكم حاجة انا نشرنا خبر خبر عن موضوع محمد علي وبعدين لقيت تعليق من التعليقات من الخرفان دول يقولك ايه ده هو الخبر منشور في كل المواقع الاخبارية المصرية مرة واحدة كده طب حضرتك طالب ايه من المواقع المصرية والاعلام المصري وهو شايف اي كلمتين بقولهم العائل التافه ده بيتحطوا على المنصات المعادية كلها وعلى القنوات كلها الجزيرة ومكملين والشرق ووطن ومش عارف مين وكل الاقزام دول يطلعوا يتكلموا عن الموضوع فانت بتحاربني بمنصاتك مش عايز نستخدم منصاتي ليه اللي هو ايه بيرهب الاعلام يخوف الاعلام الاعلام ما يقربش منه لا لانه الاختيار بالنسبة لنا واحد طيب خلينا نيجي للرسالة التانية سمعونا يا شباب او هلأ هنقرأها احنا تعودنا على الفيديوهات قال الرئيس ايه قال الارهاب سرطان وفي مصر تكبدنا خسائر لكننا لم نتحدث عنه وبعدين حد ييجي عاوز يشوهكو ويخوفكو ويضيع الايمة اللي بيعملها الجيش التعبير صحيح مسألة ان الارهاب سرطان اه وتكبدنا خسائر كتير اه في نقطة مهمة تكلم فيها النهاردة انه لما تكلم على 25 يناير وقال انه 25 يناير لو ما كانتش حصلت ما كانتش حد بانا سدود على النيل وقال انه ده كلام خطير جدا ويمكن ان يصير ازمة لكن هو عايز يصارح الناس بالموضوع عبدالفتاح السيسي شايف ان 25 يناير فعل ثوري شريف قام به ناس كانوا عايزين يغيروا لكن حدث انحراف لانه الجيش مش هيقيد انحراف الجيش في البيان الاول انحاز الى مطالب الشعب العدل ولو ولو الناس ناسيا نفكرهم اول بيان طلع من الجيش كان تأييد المطالب الشعبية العدل لكن بعد كده انحرفت الدنيا فمصر دفع التمن انا عايز اقول له حضراتكو هنا على مدار سنتين ونص صعوة في 90 دقيقة كل ما سيقول كبير ييجي فيتكلم عن مشروع مهم فاقول لي للأسف توقف اقول له ليه وقف فانديم يقول لي 25 يناير يعمل كده فلو جينا حصرنا الخسائر التي تكبدتها مصر من شهده شهده جيش وشرطة ومدنيين وناس ماتوا ابرياء بلا زنب نزقوهم كده في المعمعة وماتوا هنلاقي خسرنا كتير جد في تحدي في رسالة بعد كده الرسالة التالتة لانه بيقول فيها ايه بيقول ده جيش مصر افتح سيسي يقول ده جيش مصر اللي هو برضو مركز السقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها وده رسالة مهمة جد لسالة بتعكس نوع من القوة ومن الثقة انه انت عندك جيش قوي والجيش ده مش ثقة لك فقط ولكن ثقة للمنطقة كلها ولذلك استهداف الجيش كبير جد استهداف دائم هو معينهم انه يكسروا الجيش انا قلتلكو هنا لما كنا بنكلم الاسبوع اللي فات فيه الرسائل اللي يعني عشان ما ننجرش ليه الكلام تلك يا جماعة الجيش هو الحائل الوحيد الان بين هذا الشعب وبين ان يفتك يفتك به خصوم الناس اللي برا دي وده مش تخويف ده واقع الجيش هو الحائل الوحيد الحائط الحائط الصد الوحيد اللي بيحول بيننا كشعب وبين ان تفترسنا اجهزة ودول وارهابيين يخلي البلد كلها فوضى والبلد دي لو فوضى ما حدش يقدر عليه انت بتتكلم على دول اخرى كم مليون حصل فيها فوضى شوف كم مليون مشرد وكم مليون واحد مات انت هنا الامور صعبة جدا فدي رسالة انه جيش مصر له ثقل كبير ولذلك الرسالة اللي بعدها في نفس الاطار لانه قال ايه نصا كلام اللي انا بقوله قال ايه نصا قال اللي عايز يوقع مصر يوقعها ازاي يوقعها ازاي وهي ماشية بالطريقة دي مش هتقع الا لما جيشها يقع وارجو انه هذه الرسالة تتبروز بالنسبة للناس مصر مش هتقع الا لما جيشها يقع بيكمل بيقول عشان كده في 2011 كل المؤامرة اللي اتعاملت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع دي مراكز السقل التي تستطيع ان تحمي الدولة من السقوط في ايدي هذه القوة كلام واضح جدا يا جماعة هنا القائد الاعلى القطنس اللي حبيقول اللي هيوقع مصر يوقع جيشها الاول مقدرش على جيشها مش هيقدر على مصر هل هذا الكلام اللي انا بقوله والرئيس قاله فيه كدب او فيه حاجة مش وقعية او فيه حاجة مش طبعية الناس اللي هو كان يقولك ايه ليه التسلح دا كله ايه الاسلحة دي كلها هو عنده معلومات الجيش المصري عنده معلومات خطر اللي جاي من الغرب من ليبيا واطماع تركيا في البحر المتوسط وانت عندك غيس طالع فبتحميه وكان عندك قلق في السودان وكان عندك قلق جاي من اسيوبيا وكانت وعندك قلق في باب المندب على دخلة البحر الاحمر فهدد لك قناة السويس فاحيانا انت ما بتبقاش مستوعب انه ولذلك في الجلسة بتاع تسأل الرئيس قالك لازم تبقى عافي ليه تبقى عافي لانك لو عافي بنفس التعبير كده اللي انت ممكن تسمعه على المصطبة في البلد تسمعه على قهوة في بلدنا تسمعه في الشارع من حد قالك لازم تبقى عافي عشان ما حدش ياخد لقمتك هنا حديث مباشر وواضح جدا وما فيش فيه كلام بقى نظريات سياسية ضخمة هو قالك خليك عافي عشان ما حدش ياخد لقمتك من اخر او من اخر حافظ على قوتك ليه جيشك او حافظ على قوتك اللي هي جيشك ليه لانه في الرسالة اللي بعدها وهذا كشف ورفع للغطاء بشكل كامل عن جماعات الاخوال الارهابية لما قال حاولوا قيادة الدولة هو بيقول له حاولوا قيادة الدولة لكنهم فشلوا فشلا زريعا خاصة ان قيادة الدول لها علوم واصول خاصة وده يا جماعة اللي الناس دي مش عاوزة تعترف بيه الدول 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 مش جهاد وتصورات في الفضاء الالكتروني الدول معادلات اقتصادية ومشروعات ودخل ومصروفات ومؤسسات وحاجة كبيرة دولة دولة زي مصر معقدة جدا فدول الناس لم يكن لهم دراية لا بالعلوم ولا بالإدارة ولا بالنيلة ولا عندهم تجربة وقال لك لا نحكم مصر طيب حكموا مصر وفشل قدام هتقول لي كان فيه مؤامرة عليه ما اقولك دا يؤكد فشلهم لانه كان عارف ان فيه مؤامرة عليه ولم يسعى الى التعامل معاه باي شكل من الاشكال منتهى الغباء السياسي لانه لانه الاخوان حكموا مصر بغباء سياسي منقطع النظير انت شفته وانا شفته يعني معدش لا نقرأ هذا الكلام في الكتب احنا ببنقرأش في الكتب دا انا شفته وانت شفته ناس يعني ياخدوا جايزة نوبل في الغباء السياسي ومع ذلك يصر نقول لك نرجع ومش عارف ما عارفش مرسي بعد الممات ايه اخبارهم يعني لكن هو دا التصور لا دولة زي مصر دولة مختلفة مؤسسة كبيرة زي مؤسسة الجيش ونشتغل بقى السياسة بعد كده البلد تتطور وعايز اقول لكم على حاجة انتو عارفين عبد الفتاح سيسي اخلاصه بالنسبة لي بيبان من ايه لما قالك ما تلعبوش مع الجيش لا بجد ولا بهزار لانه الجيش لو رجع البلد تتأخر 40 سنة هابكلم هنا تتأخر على البلد سياسيا وديمقراطيا ليه لانه البلد دخل معركة لحد ما تقف البلد على رجليها مرة تانية وكانت ما عشو يقول لكم تاني يعني لان يجرؤ احد ان هو يفسر لكم الكلام ده بهذا الشكل لما قال البلد تتأخر 40 سنة ده كلام قاله وهو يذكره والناس فكراه اصده لان انت لو نزلت ولعبت مع الجيش وقلت له نزل تاني عشان البلد تتسلم نظيفة من غير ما يبقى فيه خصوم عايزين يهدوها 40 سنة وده اللي حاصل ان احنا في معركة طويلة والناس فكرا انها خلصت ويلا بقى ونعمل مش عارف ايه حزاب ايه ويطلع مش عارف مين يقول لك فتح ايه خلف البلد مش نضال نظري ولذلك لما يقول لك ان دول فشلوا وما عندهمش علوم فهو يتحدث الصدق الرسالة الاخيرة ودي رسالة مهمة جدا لما قال ايه لم نتصدى حتى الان للقضية الارهابية فكريا كما ينبغي بل على استحياء والناس فكرة اننا هنضيع دينا دي رسالة في غاية الاهمية وخلينا نتكلم بقى على المكشوف ونتكلم بصراحة في جلسة اسأل الرئيس واجه كلامه للدكتور مختار جمع وقال الناس بتوع الدين مش حسين بالمشكلة وهنا احنا قلنا الكلام ده والناس كانت بتزعل مننا وحتى قال احنا يعني لما بنطلب تجديد الخطاب الديني الدهر مش هنخليه رقعتين ما هو انت اول ما تيجي تتكلم في تجديد الخطاب كل قرون الاستشعار تطلع في وشك وكأننا عاوزين نغير ثوابت الدين لا احد يستطيع ان يغير ثوابت الدين عند شعب زي الشعب المصر اللي هو الدين جزء اساسي من مكونه النفسي والروحي والمعنوي والجسدي حتى ايضا كويس عندك طقوس وعندك طيب هنا الرسالة مهمة اه طبعا لانه لما الرئيس يقولك انه احنا لم نتصدى فكريا لقضية الارهاب حتى الان احنا بنعمل ده على استحياء احنا نقدر نقول الكلام ده لكن زي ما بقولوا في فام نماء وما عادش ينفع بقى يبقى في فام نماء نبقى مستحيين يعني خجولين لكن احنا جماعة المؤسسات الدينية الرسمية في مصر ترتكب جرم في حق هذا الوطن لان الناس مشغولة بالصراعات ولم يتصدوا بالفعل انت عندك جهود في الافتة ماشي عندك جهود في الاوقاف ماشي عندك جهود في الازهر ماشي لكن الناس بتعمل ده وكأنها تقضية واجب انا بقى احمل رموز المؤسسة الدينية الرسمية في مصر شيخ الازهر والمفتي ووزير الاوقاف مسئولية كبيرة جدا في تأخر المواجهة الفكرية للارهاب هتقول لي دول ما ينفعش يواجهه لانه دول هقول لك جزء من المعركة لانه ما ينفعش تنزع المكون الديني من مصر هذه الرسائل اعتقد نها مهمة جدا آآ آآ قالها الرئيس مفروض نستوعبها خلينا نطلع فاصل ونرجع بقى ليه كلام مهم جدا عن هذا المقاول الاجير لانه خلي بالك انت محتاج يعني رئيس رد صحيح لكن انت محتاج تبص لمن يتحدث قبل ان تفحص ما يقوله يعني انت بتشوف مين اللي بتكلم وبعدين تشوف هو بيقول ايه خلينا ناخد فاصل ونرجع ليه جولة في الرد على المقاول الاجير اشتركوا في القناة لن aba ن ي اشتركوا في القناة انا س repente وا vois